السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله وأحبتي في الله أينما كنتم وطبتم وطبما مشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدة ترجمة نانسي قنقر وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا مرحبا يا مرحبا هيا الله وأنا سن عامي يقول له قاعدين بالباب الباب الحوش مش ما عندك حديقة تقعد بالحديقة قاعد بالباب ها ما عندك حديقة أبو أنس وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله أبو يحيا يا مرحبا يا مرحبا عليكم السلام آدم الطنجي يا أهلا وسهلا ومرحبا الله يبارك فيكم القيست أولا أحبتي في الله لجماعة الإتقان يقرؤون عندي ثلاثة وثلاثة أربع طلاب يقرؤون بإذن الله أخذ القيستات اللي يرحبوني صح حتي له إن شاء الله تعالى عرفتون؟ لا ما حدا يزعل سويت معاكم قيست قبل يومين سويت معاكم النطق الصحيح وأشرح آية وبعد ذلك أستقبل قيستات وأسمعكم صح ولا لا؟ اللي حاضر معانا البثوث المباشرة صح ولا لا؟ شنو بين الصوت ماكو صوت؟ تسمعوني؟ هل تسمعونني؟ صوت واضح صوت واضح السلام عليكم ورحمة الله برد ماليكم السلام ويالله يا خباب قال ما يجون الجماعة ويصلهم ليش بس بس أجيب القرآن لأن أنا برأ كنت قاعد بس أجيب القرآن ثوان شنو شغلتكم أبو أنس برأ إخت برأ شنو معادكم بيوت؟ لا بالحديقة أنا أقصد يعني شيخ مو برأ يعني بس شوف الهدوء هذا ممتاز جيد لأنه ما مثل العصر يعني كو صوت دوشة عندك أيو الله عندنا خطار وأطفال أيو الله بكر يقول أنا جوة إن شاء الله إخواني الله يرضى عنكم أنتوا شوفوا قضية التصحيح والتدقيق مع جماعة الإجازة خلصون وأسمعكم إن شاء الله يطلع قستاد لكنه دائما أنتوا ترقبوا النطق الصحيح لما أشرح بالنطق الصحيح وصلنا صفحة 169 أشرح آية تفصيل كامل للآية حرف حرف والأخطاء والميكانيكيات وبعد ذلك أفتح القيست حتى اللي متابع معايا أسمع أنه شنون عايقرأ بإذن الله عز وجل ما مشكلة خليه في بث آخر عيني أبو بكر الله تعالي يرضى عنك لله يدرك يا أبو أنس يقول لي قاعد بباب البث هو البثل وباب أنا عرف البثل وشباك شباك يا مرحبا يا مرحبا أبو يحيى شرفنا وتنورنا وتآنسنا والبث بثك أخوي الكريم رضوان يا مرحبا بك ما شاء الله لا قوة إلا بالله طلعت بث في هذا الوقت لأنه بعض الأخوة قالوا أنه أنا ما أرجع للبيت إلا بوقت متأخر بعد ساعي داعش يكون عنده دوام وشغل ودروس ويقول أنا يعني أن حرم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ مراني ياسين يا مرحبا بك ومرحبا بكل الأحبة اللي دخلوا معانا في هذا البث و محمود صلاح أنا قلت إن شاء الله تعالى يخلصون جماعة الإجازة يقرؤون شوف منه موجود معانا من جماعة الإجازة والإتقان وبعدين إن شاء الله تعالى أخذ قستات وأسمعكم لكنه ركزولي في بثوث خاصة ما هي لما أصور كواليس النطق الصحيح في كواليس النطق الصحيح أطلع بث مباشرة أنا بكون بالستوديو بسجل الحلقة لكنه كل ما أشرح آية أقف أخذ قستات يقرؤون الآية اللي شرحتها يعني هذيك تكون للكل فرقزولي عليها الله تعالى يرضى عنكم وعليكم الله تعالى يرضى عنكم وعليكم السلام ورحمة الله يلا يا خباب الوجه سبعة وثلاثين الشيخ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا تخاف خباب أنا عادي حس أنه عايصير عندك خوف أنت كل ما عنا تقدم للأمام عايصير عندك خوف يعني لا تخاف لا تخاف من الحروف خباب الله يرضى عنك ودائما شوف كيف شون كانت قراءة ماهر اليوم تعرف ماهر يقول أنا قاعد ليل نهار مع النطق الصحيح تخيل عمر حجي عمر ابو حسن يقول قاعد ليل نهار مع النطق الصحيح فيراد أنت شوية شغل لي وضعك أنت الآن في طريق الإجازة خباب قلل من البثوث البثوث اللي خلي نقول ما بها فائدة وبها قساوة قلب وغيبة ونميمة خلي واحد يقللها وأقعد أنا أشتغل على نفسي صح أو لا خباب الله يرضى عنك أنت باشر بعد باشر الصيل بإذن الله عز وجل مجاز وتتأهل وتتصدر للمجالس الإقراء ويصير عندك طلاب بإذن الله عز وجل فيجب أن تكون دقيق في هذه المساءة زي يلا أعيد لو أكمل يلا أكمل أنت ركز لي من السورايح أنه لا تخاف من الحروف أبد تمام وإذا طلقتم النساء ركزوا لي أنتم الله يرضى عنكم ركزوا على الملاحظات شوف الآن سوّت تومو صار فيها همس كثير ركز يا جماعة الخير ليش لازم نعرف الصفات أنه صفة لازمة للتاء هي الهمس صفة لازمة لها يعني التاء تهمس إن كانت ساكنة ولا متحركة لكنه تكون واضحة جلية في الساكن مثل ما تجينا كلمة فتنة إذا جاء نصر الله والفتح لكنه لما أنا أحركها رح يكون الهمس لطيف جداً ما أنا أهمس بهذه الطريقة واضح؟ لأنه أصلاً غير محبب غير ممدوح المبالغة في الهمس في التاء الساكنة فكيف إذا كانت متحركة؟ فالآن ركز واعد مرة أخرى شيخ لأنه بسبب ما ضميت مضبوط ولهذا جاءت يعني كأنه صارت يعني أشوف سبحان الله خباب أنت قلتها شيء مربوط بشيء شيء مربوط بشيء زين؟ فعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياكم الله وإذا طلقتم وإذا طلقتم النساء القاف إيش بيها؟ شوف لي خاف مقلقلة أنا أزعل خباب أنا أزعل من الجواب أنا أزعل من الجواب الناقص لا تجاوب لي جواب ناقص يلا لازم أتقو شوف القاف مقلقلة درجة رابعة شيء لأنه الاستعلاء صفة لازمة فيها والقلقلة من صفاتها الغير متضادة فلهم إذا قلت أنا قلقلة لازم إيش تقول قلقلة صغرى لأنها في وسط الكلام مع تفخيمها مرتبة رابعة هكذا يجب أن يكون الجواب لأنه أنت يا خباب طالب للإجازة عرفت شلون؟ بكرة بكرة سيصبح معلم لما أنت ما يكون عندك معلومات كافية ودقيقة ممكن طالب من الطلاب يوقفك ممكن طالب من الطلاب يسحيك ثم بعد ذلك يقول لك شلون أنت مجهز شلون أنت عندك إجازة صحيح أو لا؟ والله شيخ أنا عفوا يعني حتى الصوتي موحلو بس أنا سبحان الله أنا أبحث يعني أنه أعلم الناس يعني بصراحة لأنه أنا يعني ما ناوي يعني أنه مثلا أنا أفكر أنه أقرأ صوتي حلو لا لأنه بس أبحث يعني أنه تعلم وعلم الناس يعني هذا إذن أريد تشد حيالك وأريد تتابع النطق الصحيح كثير واتركز من مخارج حتى إيش حتى تتطور مكان مكان ما تقرأ صفحة صفحة ثلاثة يا خباب وأربعة نعم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف تمام شيخنا ماشاء الله ما كنتني ساكت ما شاء الله أريدك أنت ما متوتر ما خائف أنت خوف الحروف لا تخاف من الحروف أنت خوفها يلا طبط وَلَا تُمْسِكُوهنَّ ضِرَارًا لِي تَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهَ لا نرجع الآن شوف فقد هاشوف شون قاف تيراضي عنها عرفوا تاني حتى من قريتها وحدي بالبيت يعني جيد لأنه من أفخمها بنفس التبخيم أفخم الفاويات ما مشكلة ما مشكلة تيجي بهدوء وتأني تيجي كلها بإذن الله عز وجل وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهَ يَا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهَ لا فاق بعدين دا المقالقة لما تمسك ليها تضرب المخرج وتهرب بسرعة فاقَدْ ظَ شوف شنو الحلل راح يصور عندك هنا قاف مفخمة ضاء مفخمة والملاء زين أنا ما راح أحكي أحكي لي أنت على ما موجود من أحكام في فاقَدْ ظَلَمَ نَفْسَه أحكي لي القاف حرف مفخم يعني درجة ثانية لأنه مفتوح نعم والضاء كذلك هم درجة ثانية وحرف مفخم لأنه مفتوح يعني درجة ثانية طيب نعم عم شر وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْتُلِكَ نَفْسَه لا معا حلوة فَقَدْ ظَلَمَ فَقَدْ ظَلَمَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَه نَفْسَه وأنطيني شوية هزة ضيق للحبال الصوتية حتى تجي معاك مطبوطة إن شاء الله تعالى نَفْسَه نَفْسَه وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوا فَقَدْ مَرَّةُ أَخْرَةَ عندك أنت بشعبة شنوه؟ نعم هزوان هزوان يالله وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوا هزوان وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوا وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوا هزوه 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 بعد ضم الشفاء وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَا هاي هاي تحبان هاي هاي شنو هاي هاي ما الواحد هاي ما الواحد يريد ينام هاي ما الواحد يريد ينام وهي شيء اللي تتحدث عنها وأنت ما تنام أنا أشوفك ما شاء الله ملعب البثوثي إلى صلاة التجر يعني مراقبك دير بالك يعني هاي يلا سمع لي ذلك وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْفِكْمَةِ يَعِضُكُمْ بِهِ شوف هنا راح تأثر لك الض على الكوم ركز لي عليها يَعِضُكُمْ بِهِ يَعِضُكُمْ بِهِ لا هذه به أنا ما أريد به به الله تعالى يرضى عنك يَعِضُكُمْ بِهِ محمود صلاة يَعِضُكُمْ بِهِ يعني بكل شيء أريد تخليها مستقرة عندك بكل هذا الشكل صارت عندك مثل الرجفة فيها الله يبارك بكل شيء عليم وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أي 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 قطع ليش عندك أشواء أشياء أشياء قطع الصوت عندك ليش أمار ممكن تكتمل مايك لو سمحت أمار فباب تسمعني؟ اللهم أمين يا رب قطع الكهرباء نتفصل معك نعم صح 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 مبين طيب يعني اللي داخلين هما داخلين للقراءة للحصول على الإجازة بالسند إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ما عدنا احنا مثل ما يقول وقتا نضيعوا لا احنا عدنا بثوث منوعة عندي بث للسيرة عندي بث للإتقان عندي بث للنطق الصحيح والاستماع للكل يعني شون شرط حتى كتبت أنا من يتابع التصحيح سأصحح له فلازم الواحد يتعب حتى يعني يتخن ما والله بس أريد أصعد قيست أريد أقرأ أريد أصعد قيست هذا ما يريد يتعلم اللي يريد بس يصعد قيست يعني حتى اللي يقعد يتابع التصحيحات إخواني أخواتي رح يستفيد كثيرا جدا بإذن الله عز وجل الله يرضى عنك أبو أنس لا أنا ننتظر على ما يجي خباب لأن قطع الكهرباء عنده يلا يا خباب الشيخ لا والله فصل النية تل مرة سبحانه الله من وين سمعتني شيخ لا أنا معرف وين من قطع عندي يعني من وين أبدأ سامعني شيخ اي اي سامعك بس أنت أقرأ لي بس ذكرني بالآيات حتى أقول لك أنه وقف حفوا قرأ هو أخذوا آيات الله هزوة ألا خلص خلص اي هذا خلص لذلك شوف ترتيبة كلها شلون وإذا طلقتم وين رحت وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف سمعنيها الله تعالى يرضى عنك بينهم شوف بينهم أسحب الشفاء الوضع الطبيعي بالمين حتى لا أجيب ضمة لها ورا أخليها تأثر لي على الإخفاء وكانه أنا طلعتها أشوف هذه المشكلة نبحتك عليها عدة مرات خباب أريد تشتغلي عليها كثير هذه زين الإخفاء الشفاء ده أشتغل عليها أيوة الإخفاء الشفوي اللي يكون مضموم مسبوق هذا الضمة عرفت شون فأنت عند تسحمها أتأثر لي على الإخفاء برمته فأيسر عندك بينهم شوف شوف من أبد نهائيا رأسا سوف اقطع الغنى قول منك 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 قول على السريح منك شوف تخيل تخيل الميكانيكية الآن هو هذا بالضبط اللي أريد صير وضع اللسان بهذه الطريقة وأنت تأتي بالغنى هكذا هكذا أريد ذلك يوعظ به من كان من أحسن شفتش لون شفتش لون هذه ممتازة أما قبلها كانت من شوف من رحت أنا باللساني لما خرج النول اللساني ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر لا تقطع صوت الميم أبدا أنا عندي ميم مظهر شوف منكم يؤمنوا منكم يؤمنوا يعني أنا عندي ما ميم أم هذه الأم هذه أصلية الميم ما أنا أقول أم أنت كنت سمعت واحد يقول أم أم ها لا الأصل في الميم مخرجين شفوي وخيشومي فشن هو الميم الساكنة أنطيها المجال مالت لا ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلك أزكى لكم وأطهر لا أرجع أرجع أه أي شينا ما أقبل بها أرجع أياه أرجع عندك 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 ازاي لم تأتي بجريان الصوت مالتها المبوط ولا الصفير وعندك وأطهر الله تعالي يرضى عنك بارك الله فيك يا الله ذلكم ذلكم أزكى لكم وأطهر لا صفي أزكى 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 ذلكم أزكى لكم وأطهر أطهر شوف وقفت ولو جزء من الثانية بالمخرج أنا أريدك تضرب وضرب رأسا وتهرب مثل الشجاع تعرف أنت من تضرب واحد راجدي هالشكل أريدك تضرب وتهرب يلا يعني ما لضغمان احنا نقول طبعا هي هاي هي هاي هاي تضرب وتهرب يلا ذلكم أزكى لكم وأطهر آه شوفت الآن شنو شنو الطاعة هذه شنو حكمها هنا حرف مفخم يعني مفخمة درجة رابعة لأنها ساكنة مقالقة لقالقة للصغرى الله تعالى الله تعالى يرضى عنك وينفع فيكم جميعا يا رب العالمين الله تعالى يرضى عنكم آه يا الله أريد مرة أخرى أسمعها بعد أطيب ذلكم أزكى لكم وأطهر يلا حياكم الله أستاذ مرات شرفتنا ونورتنا يا مرحبا ذلكم أزكى لكم وأطهر هذه زي مخلوطة سين هذه زي مخلوطة سين يا خباب هذه خباب 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 زي بها زي بها غبرة خباب هذه وين هذه رح أمسكها عليك إلى أن نخلص إن شاء الله ختم القرآن أن رح أمسكها عليك ذلكم أزكى لكم وأطهر وأطهر شوف وي رح تحتاج بعد تفخيم وأطهر وأطهر يلا وأطهر شوف فخمة الحمزة وأطهر وأطهر أط وأط تمام شيخ نعم وأطهر هذه أصلا غلط من البداية للنهاية وأطهر نعم ما جد صحيح والله يعلم وأنتم لا تعلمون حسبك طفيا أنا شوية اتخذ نفس اتدرب ليش لأنه ما كان عندك سرعة تحضير لهذه الصفحة حتى نسمع الموحد نشوف الموحد أي صفحة صائر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته هلا يا موحد يبقىك شيخ عزيز شيخي بدأت جزء الثاني أها سيقوله نعم شيخي يلا إن شاء الله أسأل الله الله سبحانه وتعالى أن يسر لي لا أدعبك في النبرات والله شوف هي ما في تعب بقدر ما هو الإنسان يعيش مع كتاب الله عز وجل يعني مع هذه الخيرية وهذه الخيرية لا يناله أي أحد يعني هي خيرية في الدنيا وخيرية في الآخرة خيرية في الدنيا خيركم من تعلم القرآن وعلم بأنه سبحان الله الله سبحانه وتعالى يرفع شأنك إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع بها آخرين وأن الله سبحانه وتعالى يبارك لك في وقتك وصحتك وأهلك ومالك وعافيتك ويبارك في كل من حولك ويبارك في وقتك وتشوف وترى كل هذه البركات تحيط فيك ثانيا سبحان الله العظيم يضع الله سبحانه وتعالى لمعلم الناس الخير ولمعلم القرآن العظيم بطريقة صحيحة وبنية سليمة ويعني من غير أن يشوفه وشعب سبحانه الله تشوف الناس كلها تحبه يعني يضع الله له القبول ما بين الناس هذه كلها اللي أحكي لكم يا الخيريات في الدنيا طيب هذه الخيرية في الدنيا طبعا عاجل بشرى المؤمن فماذا أعد الله سبحانه وتعالى في الآخرة هذا اللي هتقوله الآن يا سيد موحد أنه من الأمور المهمة في معلم القرآن يعني يعرف نفسه رح يشوف ناس لا يقرؤون ولا يكتبون رح يشوف ناس قدراتها العقلية تختلف يعني ما تستوعب المسألة من مرة واحدة بل ربما من مرتين وثلاثة وأربعة فأين صبرك أنت يا معلم القرآن شوف الآن الترتيب رفت شلون فهذا كله أجر وأجر 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 لا يعلم به إلا الله طيب أنت يا معلم الناس الخير ومعلم القرآن وهو الأفضل من القرآن لا والله لا يوجد أفضل الحيتان تستغفر النمل يستغفر الدنيا كلها تستغفر لك ماذا تريد لك بعد وإحنا كنا مليانين ذنوب وخطايا نحن لا ملائكة كل خطائين واخير الخطائين التوابون سأقول لا يا موحد يا سيد موحد الله يبارك فيك يلا يبارك الله فيك لك أجر عظيم إن شاء الله لأنه والله اللي جاية تسوي الحمد لله قمت بتسوي اللي تعلم منك أتفل الناطق وصحيح أول شيء طبقهم يا إيش وإن ذاك اللي أخذ منك تفصخ الكلمة ثم تركبها فعد أني طلاب أعلمهم ده سوي هاي الطريقة قوي بديت هاي الطريقة وده شو باستجابات قوية صراحة حبت وحتى نحن نحن التفكيك 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 يعني لن تتعلم إلا بتقوهيش بهدوء يعني تارف فكك يعني مثل هسات الآن بينهم بالمعروف يعني سويها شكل على البطيء ومع النظر إلى المرآت وكل واحد خليهو يفضح نفسه شلون يفضح نفسه يقول لك أنا ضميت أنا سويت أنا خفضت الفكيس لا تتعصب يا بني خلي المرآت قدامك وشوف فراحتك بنفسك بس ياري أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الراء تحتاج إلى قرع نعم شيطان الرجيم نعم تحتاج تحتاج إلى قرع فحثه شخص سكت ها ليش أنا قلت لك هذه ما هذه الحروف أنا هذه قلت لك فحث فحثه شخص سكت ما هذه الحروف يا سيدي الكريم عمس أين الراء فيها لا يوجد فيه راء طلعت هوا بالراء هل تعلم أها تمام شيخ يعني إذن يعني أكوى لا يوجد يعني تقول ماكم لامسة قوية بين اللسان ومخرج أبدا شوف شوف نحن بالعراق نقول حنونو كن حنونو على المخرج كن حنونو تمام سيقول السفهاء من الناس بعد ما بدأ نفرت بعد ما بدأ نعرف نفرت قبلتهم التي كانوا عليها جميلة كانت الإخفاء بشوف انطيتها تفخيمها مرتبة أخيرة كانت جميلة جدا ما شاء الله لقوة الله بالله لكن لما وصلت إلى قبلتهم رققت القف هي هذه اللقات هذه هذه الأحدى الأماكن أشعر الخطأ أنه أنا عندي غنى مفخمة بسبب مجيء حرف مستعلي فإما أن أفخمها وبعد ذلك أقرأ الحرف المستعلي مرقق أو أنه أنا أرقق الغنى وأقرأ الحرف المستعلي مثل ما هو فلا بد أن يكون ميزان ميزان عن الغنى راح تكون عنق شوف عنق بلاتهم ما تقول عن قبلتهم فانتبه بارك الله فيه الله رضا عنا عن قبلتهم التي كانوا عليها كيف صافي البصل يقول ماذا ماذا هو النبر الذي يقوم بالأخ موحد الذي هو كانوا عليها قال الناس يا صافي إذا أنتم تابع معنا أخي الكريم الناس النون المشددة لا تنبر الميم المشددة لا تنبر كانوا هذه ألف ما الطبيعي راح يكون عندي هذه لا تنبر هذه ليست أحد مواضع النبر في القرآن الكريم النبر اللي هو أنا أعلي الصوت في حرف أعطيه ضغطة هالشكل ما وهذه الضغطة يطلق بها بالحكم النظري التجويدي النبر وهذه لها مواضع ومواضع خمسة في القرآن شرحناها بأكثر من بث تعرفوها اكتب اكتب بالجوجل الآن مواضع النبر في القرآن الله تعالى يرضى عنك صافي أنا جاودتك لأنه سؤالك جميل جدا وراقي وأنت إنسان تريد تتعلم وكل إنسان يسأل سؤال تريد تتعلم والله العظيم مكانه فوق رأسي مكانه فوق رأسي زين الله يرضى عنكم نعم فضل يا موحي قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول على شوف 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 أكو هواء بالراع عندك أكو هواء وتطلع هالشكل ما صافي بربالك أرّ أرّ أدعت أسوي أرّ فيه هواء فيه هواء موحد بدنا نكتشف بدنا نكتشف شغلة جديدة دربالك الله شوف اطرعه ويكون الراسول ويكون الرسول يه إلهي هوا هوا هو و هوا 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 لا 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 لا灵 لا 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 لاине لا 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 بشي فيه قل وَيَكُونَ الرَّسُولُ وَعَلَيْهُ دقيقة دقيقة قول راسول راسول شوف لي بس ركز لي شوي على المخراج شقد حلوها ستناع عمضلها هارا الله يبارك فيك راسول راسول وَيَكُونَ الرَّسُولُ وَعَلَيْهُ وَيَكُونَ الرَّسُولُ وَعَلَيْهُمْ شَهِيدًا جايد بديت شوي تتحسن تتحسنت عندك بنسبة أربعين بالمئة الآن ابدأ اشتغل حسنة العليا إن شاء الله وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولُ إِلَّا لِنَعْلَمَ شوف هنا أكفت عملية اختبارية يعني هذه القبلة سوناها إيش حتى نشوف منو رح يتبع منو ما رح يتبع منو رح يسويننا دلبلاء منو رح يسويننا مشاكل إسمع الله يرضى عنك وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي هكذا بهذه الطريقة وخليك مرتاح وسلس بالقراءة مالتها الله يرضى عنك و لا تنسى الرسول نفس الحالة هيصر عندك طبعا أنا بصراحة 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 موحد بصراحة أقول لك شغلا كل النطق الصحيح اللي شرحته 167 صفحة أنا أول واحد أنت يمر علي بهذا الخطأ في حرف الرأي وأنا شلون أجيبه هذا الخطأ وأعلمه أن الناس ما أعرف بصراحة أنا أجيب أنا أجيب أنا أجيب أن أتطلع عليكم أنا أقول لك يا بصراحة غير يا جماعة أنا الآن يعني أنا تعلمت الأخطاء يا جماعة الخير أنا تعلمت الأخطاء فأقول الأخطاء ثم أصحح الأخطاء بالميكانيكيات هالسهاي الرأي كيف تلون أقولها لا والله لا أعلم لا أعلم بصراحة هذا أول مرة تمر عليها حقيقة زين يلا إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب أحد مساوى النبر في أحد مساوى النبر في المين والنون المشددتين أن أختلص غنتها ممن ينقلب أما أنت قرأتها ممن ينقلب ممن ينقلب ممن ينقلب كل شيء أتعبيه طيب يعني شوية من طريق طبعي والله شيخي يعني لو تشب الصلاة اللي أقرأ ويتهوب مثل ما تقول ما يصلي بالناس بس طبعي صوتي أرفع صوتي شوية ليس نبرات لكن كطبقة صوتي ما أقدر أقرأ بسيط جدا إيه زين أنا دائما أقول لك أقرأ بالطريقة اللي تشوفها مريحة لك نعم إن شاء الله نعم رح أغيري شوية إن شاء الله إلا لنعلم من يتبع الرسول من من ينقلب على عقبين وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله إلا على الذين هذه مشكلة الذين مشكلة دارجة عند الجميع أحنا أشي نتكع على الذال هذه الذي 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 لماذا أنا أسألك لماذا نقرأه بهذه الطريقة أنا أريد أسألك ما هو الحكم التجويجي اللي أنا أستخلصه من هذه الطريقة بحيث أنه أكون حكم تجويدي يقول لي أقرأ الذين الذين أنا أريد أفهم الله يبارك شيخي هو ما كوي شي أنا أريد ولا شي لكن نحنا مشكلة ما نعطي الله لما نعطي توسط الله المشددة حقها نعبر يعني شو نقولك نعبر عذان مباشرة وريد نضيع شي مع شي فراح أنا أضرب لك الذال المكسور صح الضرب يا جماعة الخير اللي يقصده هذا الاتكاء يعني هي الذين زين ليش أقرأها الذين 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 هكذا فهذا خطأ زين ليه نحن لما نجي نقرأ القرآن هل نأتي ونقرأ القرآن مباشرة لا ماذا نفعل نقرأ لا ماذا نفعل نقرأ الأحكام ندرس الصفات ندرس المخارج ثم بعد ذلك يكون هناك تطبيقات عملية صغيرة وأنت تقرأ الأحكام حتى إيش مع المثال يتضح الحكم عندك بعد ذلك تدخل إلى القرآن وأنت درست وخبرت الأحكام والمخارج والصفات ولما تأتي أنت يجب أن تقرأ كما درست ولما أنت تتعلي وتسوي وتصيح وتصرخ وتعمل أين قرأتها؟ ها والله ما قرأتها طيب ليش أعملت الشكل؟ ها والله ما عرفت ما صارت طبيعة عندي في هاي النقطة نحن نريد أن نقرأ القرآن بطريقة مسترسلة كما تلقيا من الحضرة اللبوية الشائفة بيدو بسكينة بروية أفكر بالآيات أستوعب الآيات وكأنه أنا لا أنطق القرآن بحروف من الحنجرة بل أنطق القرآن بنور من القلب إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم وما كان الله ليضيع إيمانكم لم يكن الله سبحانه وتعالى أن يضيع صلاتكم اللي صليتوها سابقا طبعا هذا معنى الآية ها خلوه بالكم ثاني ليش أنا أصيح وما كان الله ليضيع إيمانكم طبعا خربطوا الموحد أنا بس شوية أكثر من الملاحظات يا جماعة الخير هذه الملاحظات الله تعالى يرضى عنكم هذه الجماعة اللي شوفوهم هذول الجماعة اللي يعني باعوا أنفسهم يعني أنه داخلين هما أشح نقول بالعراق بايع مخلص أنه خلص نحن راح نتحمل أي شيء يسوي معنا أبو مريم عرفتم شلون؟ أنا لا أتعامل لو تشوفون بالنطق الصحيح لما أنا أشرح الآية ويدخلون أخواننا وآبائنا وأبنائنا يقرؤون يطبقون الآية أنا ما أتعامل معهم بهذه الطريقة أكون رفيق معهم لكنه هذا التعليم هو ماذا العنوان البث؟ الإتقان في تلاوة القرآن يعني الذي يدخل للإجازة يجب أن يكون هكذا التدريس وهكذا التصحيح يعني أطلع زلاعيم 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 يلا يا موحد كمل إن الله بالناس لرؤوف الرحيم لا إن الله بالناس لرؤوف الرحيم إن الله بالناس لرؤوف الرحيم إن شوف الكسر والله العظيم الهمزة المكسورة لها فالجمالية ورنى يا الله ما أجملها نعم شه إن الله لا تهجم لا أهجم على الهمزة إن شوف إن الله نعم شه إن الله بالناس لرؤوف الرحيم لا أنت جبت شعبة الآن أريد حفظ إن الله بالناس لرؤوف الرحيم يعني ما متعود على النبر بالناس اللي هي النون المشددة أي سر عندك اختلاس بغنتها يعني أنطيني شوي مجال فيها الله يرضى عنك بالناس لرؤوف الرحيم إن الله بالناس لرؤوف الرحيم إن ناس نفس الزمن واللفظ في نظيره كمثله يا موحد إن الله بالناس لرؤوف الرحيم طبعاً هذه الرأى عجيبة أنا أول مرة يمر عليها خلال هذه العشرين سنة بالقراءة رأى بهذه الطريقة اللي بها هوى حقيقة نعم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلا نولي أنك قبلة ترضاها فلا نولي أنك قبلة ترضاها فلا نولي أنك قبلة ترضاها طبعاً ضاها هذه شوية تكورت عندك همس في حروف ليست محموسة يعني يا سلام فلا نولي فلا نولي صارت فلا نولي طلع عندك همس بالياء تطلع عندك بربالك اسمعها سمعوا ركزوا ركزوا الله يرضى عنكم على قدر ما أنتم تركزون على الأخطاء على قدر ما أنتم ستتقنون تلاوة القرآن فلنولي أنك ها طلع عندك بربالك همس يعني شيف همس يعني أنه جرياء النفاس الله يرضى عنك فلنولي أنك قبلة ترضاها لا اسمعني الآن قبلة أنت قبلة أنت قول قبلة أنت قبلة أنت هيا هذه المكان اللي تروح عليه تجيب لي الغنى نعم قبلة أنت أرضاها الآن شنو شنو ضاها 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 نعم قبلة أنت ضاها ها مارد هذه ها 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 لا تبتسم قبلة أنت ترضاها ها نعم نعم وَفَأَنْتَخْتَفِي شوف كنتم فا أنطيني مجان للمين نعم وَحَيْثُ مَا كُنْ عندك همس بالياء عندك همس بالياء عندك همس بالياء عندك همس بالراء هلا 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 يا موحد أنت صيدلاني صح؟ نعم شيف بصيدلاني خذ لك حبيتين من أميت روما نابيتو أميت روما نابيتو هذا قبل القراءة به ساعة وبعد القراءة بنصف ساعة حتى يروح من عندك بس أنا ما أعرف اسم الدواء اللي قلتوني ها طرح هذا ما موجود أصدق أنا أكو بكلمتين يعني حرفين مقارب الدواء ميتو فرولاد موجود ميتو فرولاد بس هذا ما خفاقان القلب بتضين القلب كنوه أنا هذا عندك همس في الياو عندك همس في الراء انتبه وركز واكتب لي هذه الكلمات وبالأجندة عندك الله تعالي يرضى عنك هذا يقول لك ياخذ ألا رميحة يلا يا صافي طب من منكم يستطيع أن يكتب اسم الدواء اللي أنا وصفته للموحد سأعطيه هدية من منكم يستطيع أن يكتب اسم الدواء الذي وصفته للموحد يا الله كبير نعم فأعفا نعم وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربهم دائما دائما على طول الخط أحد مشاكل النبور أحد مشاكل النبور الآن الأخ موحد طبعا قبل ما يدخل وهو معنا من رمضان يقرأ نحن بدأنا بالإجازة تقريبا صارنا شهر أقل من شهر شهر تقريبا هالشكل كان دائما عنده قراءة نبرية كان متميز بيها هكذا يعني فأحد المشاكل اللي أنا سوي ليها النبور الله يرضى عنكم طبعا هو يعاني الآن موحد الآن عم بيصارع نفسه أنه الآن ما عم بيقرأ الآن هو مضغوط يعني هو كان قاري يعني قراءة سابقا أسرح أسمعكم كيف كان يقرأ حتى تعرفون الفرق كيف كان يقرأ موحد سابقا أحد المشاكل اللي يصير عندنا نحن ننتبهه لما أمبروا النون والميم المشهددتين تماما مئة بالمئة أختلص غنتها تماما أختلص غنتها نعم فعلا قرآني جنتي نعم عملية مصارع الآن موحد يعني الآن أسرح أسمعكم بس خلي خلص أسمعكم آية بس كيف كان يقرأها سابقا كم اليام موحد وما الله بغافر عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابعا قبلتهم شوف بتابعا هذا حكمه شنو بتابعا إخفاء لا ما رجي جواب ناقص ما رجي جواب ناقص ما رجي جواب ناقص ما رجي خطام إخفاء مع القافي ويكون لغنة مستعلية لأن جاء بعدها حرف مستعلي من درجة رابعة من درجة خامسة من درجة خامسة عفوا نطيني الدرجة الخامسة الله تعالي يرضى عننا وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلت بعوا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءُمْ موحد موحد أمق العين الله تعالي يرضى عننا أمق العين أمق العين وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءُمْ بعد بعد شوف دائما دائما يجب أن تحرس على إبراز الصفات للحروف الساكنة أَسِمَا وَلَّا هُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلِّ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٌ حسبك بارك الله فيك طبعا هذه القراءة يقرأها في الجامعة هو إمام في المسجد وأنا متأكد طبعا المصلين اللي صلوهم وراي يتونسون بهذه القراءة وما شاء الله وتمام مبارك الله فيك مستمتعين فيها مستمتعين فيها وانتوا سمعتوها أيضا يعني كثير من عدتكم الآن يقول لك الله ما شاء الله دمام الله تعالى ويبكون ممكن صح كلام خباب عرفتم شكوان الله تعالى يوضع عنكم فهذه قراءته طبعا للعلم هو وجبنا لأنه تارك الكثير من النبر يعني اليوم هو من قراءة هست الآن بالقراءة النبرية هو لاس أصلا مخفف ليش؟ لأنه لاس أصلا مخفف ليش؟ لأنه طول هاي الفترة نحاول أنه نرجع للوضع الطبيعي بقراءة القرآن من غير نبرية ولا نعلي صوت نعم نعم الآن عمار فضل عمار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا نعم أي صفحة عمار؟ ثلاثة إن شاء الله يالك عمار حضرت؟ نعم قرأت يالك 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 أنا لا أعرف لكنه قلت لكم لدي بثوث منوعة هذا البث هو بث الإتقان لطلبة البث هو بث الإتقان لطلبة الإجازات هلأ الناس اللي موجودين طالعين هو طلبة الإجازات هذا البث بث إتقان بث تصحيح مشدد اللي يريد من عدكم يحضر هذا البث وهو طالب يعني يقرأ رح يستفاد أمور كثيرة أنا متأكد تماماً رح يستفاد بس من المتابعة والتصحيح والسماع الأصوات ما الحروب وعندي بث آخر اللي هو النطق الصحيح لما أنا أسجل النطق الصحيح أصحح آية أشرح آية وحرف حرف الله تعالي رب عنكم وبعدين لما أخلص أطلع قستات ثلاثة أربعة يقرؤون الآية ثلاثة أربعة يقرؤون الآية عرفتم؟ فصبراً بالله عليكم كل بث له نوعيته يعني مثلاً لا تزعلوا من عندي أنا يعز علي أنه أي واحد من عدكم يزعل مني واحد من عدكم يزعل مني أنتم أخوتي أنتم أخوتي أنتم آبائي أنتم أبنائي أمهاتي بناتي كلكم على العين وعالرأس تمام؟ وأكيد أنا أصلاً أطلب من عدكم تكتبوا بالتعليقات اللي حضر معانا بالتصحيح لخباب والموحد استفدتم ولا لا؟ أكتبوا بالله عليكم اللي حضر استفدتم من التصحيح ولا لا؟ تفضل يا عمار وخلي الميم تظهر عندك الله تعالى يرضى عنه إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذروا هذه أحد الكلمات اللي دائماً ما يقعون فيها بالقراءة ميمات متتالية مظهرة ركز عليها عمار أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا؟ شوف كمين؟ أم أربعة لازم كلها تسمعها أم 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 يلا أأنذرتهم لعندك مشكلة بالإخفاء لازم تصحح ميكانية الإخفاء حتى تطلع سليمة أأنذر شوف شوف إلغي الغنة تماماً واربط لي راساً النون الساكنة بالذال أأنذر 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 أيهاي الآن وأنت تخرج الغنة غنة الإخفاء أعطيني الإحساس ما للذال اللي الآن سويته أنت أأنذرتهم بهذه الطريقة أأنذرتهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ما شاء الله ختم الله ختم الله أعد مرتبة ثانية أريد أعد مرتبة ثانية أريد الخاء خاء 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 ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشا إبصار تمامنا ك excellent يمكن أن نؤ kilometres إلى 중국 على مرتبة ثانية أبصار 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 الأبصار أبصار يلا وعلى 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 أبصارهم غشاوة و و لازم تلطيني غشاوة أريد الهزة تلطيني شوية الهزة غشاوة 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 لا هذا هواء ما بعد تضيقت الحبال الصوتية ضيق الحبال الصوتية ضيق الحبال الصوتية ضيق الحبال الصوتية في منطقة أبصار الحلق حتى تطلع في منطقة أبصار الحلق حتى تطلع لها مهتزة جميلة نعم لها مهتزة جميلة نعم غشاوة غشاوة القراءة بحيث يأخذ نفس ويخلص ويصل إلى موقع أو علامة الوقف وهم مرتاحين وبعد باقي نفس فأنت الآن بدأت تخطو هذه الخطوة عمار هذا شي جيد يحسب لك نعم بارك بارك أعد الآية يعم كب نفس أخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون نعم في قلوبهم مرض فزادهم شوف في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا أيوة وما يخدعون الله مرضا ولهم عذاب وله لا وله ولهم وله 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 ولهم عذاب ولهم عذاب أليم وما يخدعون الله مرضا أن هذا يظهر أن شوف عذاب أ شوف بن أ أعطي مجال للنون الساكن أن تجي لأنه غصبا عنه لازم أجيب غنى لأنه يدخل في جسد النون غنى يعني ما خرج النون اثنين لساني وخيشومي ما خرج النين اثنين شفوي وخيشومي ولهذا نقول إظهار نحن إيش سوينا إحنا أنت خطفت هالشكل راح صوتهم هذا ما إظهار إظهار أظهر النون وَلَا هُمْ عَذَابٌ هناك ثقة أتحسسني بثقة وَلَا هُمْ لا تحسسني بثقة للكلمة عليك وَلَا هُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَا هُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَا هُمْ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ جميل عمال وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لا يوجد في الحروف العربية قِي وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ صححة القيلة كانت رائعة القارب طبآ من عندك ليش عندك مشكلة لا هُمْ ليش Wild ما عم رقق ألهاء ما عم ترققا ما شاء الله لا قوة إلا بالله هذا قرآني جنة تبارك الرحمن يارس الأحكام بيجقى وعم يعرف إيش عبيكتب وإيش عبيعلك قرآني جنة ما شاء الله لا قوة إلا بالله أحسنت ما شاء الله ما شاء الله نعم يلا يا عمار وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الغرف لما نشوف ألف مخرج ضعيف بصفات ضعف فنحتاج إلى إيش أن نجري الهواء أن نجري الصوت حتى يطلع زين الله تعالى يرضى عنك لا تفسدوا في الأرض قالوا في في سمعني مرة أخرى الأرض سمعني مرة أخرى في في الأرض في الأرض لازم أعطيها تفخين بينية قرع الرأس ساكنة طبعاً اللي هي قبلها مفتوح الآن تفخين بينية قرع في الأرض أيوة أيوة يا عمار أيوة الآن قالوا إنما همزة مكسورة ومن غير أن تتكأ لا تعسف قالوا إنما لا لا مختلسة إيه إنما لا لا أربطهم بقبلها يلا قالوا إنما نحن مصرم لا لا خاف 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 عندك عندك تعسف بالحرق انتبهوا لحرق الخار الله يرضى عنكم عمار لما أتكلم أقفل المايك أيرجع لي الصداة حتى يطلع الصوت واضح لو سمحت وبعدين أفتح المايك أولاً الهمزة يجب أن تكون مكسورة جيدة ما مختلسة سبحان الله العظيم تبين واضحة المختلسة وتبين جميلة التامة اللي هي وإتمام الحركات إيه إنما شوفوا دائماً ركزوا تابعوا وسجل صوتك في فرق بين إنما 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 هذه غلط اللي صحيح إنما هذه مضبوطة أي أكو اللي ريد يجيبها ريد يجيبها بس بتعسف إنما هذا تعسف نحن عندنا قاعدة باللطف في النطقي بلا تعسفي عندنا شغلة ثانية الحاء لطيف رقيق الحاء لطيف رقيق وخاصة الحاء الساكنة سبحان الله العظيم مثلا عندنا كلمة رحمة الرحمن إيش نسوي هو موجود في فحثه شخص سكن موجود في الحروف المهموسة فأنا أشي نسوي أبالغ في الهمس بحيث أتعدى على صوت الحاء يصير به تعسف يصير به بحة وشحطة مثل نحن نحن وهذا خطأ هذا ليس صوت الحاء ماذا يا جماعة الخير ماذا نتعلم من هذه الدروس الإتقان صوت الحرف صوت الحرف هذا هو المطلوب تماما كلما أتقنت صوت الحرف كلما أصبحت التلاوة عندك جميلة وإن لم يكن صوتك جميلا لأن جمال النطق عندك سيجمل صوتك سجلوه أعدكم أمار نحن وليس نحن مركز نعم قالوا إنما نحن مصلحون صححت الكسرة صححت الحاء تماما رائعة جدا لكنه مصلحون يا عمار شلون تقبلها نو نص نو نو مصلح هي أصلا يعني ساكنة مفخمة مرتبة رابعة يعني رحيسان عندي تجني عليه مو مصلي مو مصلحون مص مصلحون نعم أكمل الآية نعم ألا إنهم هم لا لا إنهم هم لكي أنا تصارف عندك مفخمة إنه راكس بيت تربي ولكن لا يعلم عندك إيش يا عمار نعم أريد أنه بلبع بلبع يلا بلبع يأ يا عم يدي ما حلوه لي عدت سويه هذي لا عدتسويها عدتسويها اختنق الحد اختنق خامills يا لا يعلم يعلمون يعلمون لا 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 عين عندي في مشكلة بالحنجرة كأنه ماذا قل ما قصب مشكلة بالحنجرة ايراد لك جيمر تعرف الجيمر ولا ما تعرفه هذا بوزة يعني هذي لا ما بوزة ما بوزة هذا هذا جيمر بس بالعراق موجود هذا ما موجود غير مكان هو نوع نوع فريد من نوع ماعرف كماش الحو هذا كلمة انه السلوى يعني لا يا رجل لا 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 هذا شوف في عندنا اجلكم الله حليب البقر وحليب الجاموس حليب الجاموس يكون دهين جدا وهذا الحليب الجاموس لما يغلوه بتتكون طبقة سميكة فوق الحليب ماكو بيبردوها بيطلع عندك هاي سموها قشطة اي 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 فهذا اخي يدهن الحنجرة دهن يا الهي ما طلع شوية سكر يا السلام مش تهي تاكل أسا طلع للعين ما وقت القيمة طلعت عيننا ما قطع العين يلا طلع ولكن لا يعلمون لا اهلا الان لازم نجيب اللام المشدد ده انت اكلت ولكن بسرة الكار ولكن هكذا طلع تجيبها ولكن لا يعلمون تغرب على حرف العين بالضبط اللي اسمعته هذا الصوت في بعض الناس تشرب المي ويطلعون صوت هذا الصوت لما هم بيشربوا الله يكرمكم وانزعاج بالمخرج فعلا فيها انزعاج العين الفصيحة اللي تطلع معاك ويجب ان يجري فيها الصوت فترة زمنية بسيطة لانها من احرف التوسط للعمر وإلا راح تقلقل او تخرج عينة مثل ما الان عاي طلعها وصوت غريب شوية يكون مزعج على الاذان ياعلم شوف ياعلم هكذا لا يستقيم الامر هكذا مع كلام الله سبحانه وتعالى ليش؟ لانه الاذان دائما تسعد وتستلذ بما تسمع عرفت شلون؟ فهذا يقول لك ايش هذي ايش هذا؟ سبحان الله العظيم فلننتبه وركز لي عليها واشتغلي عليها وكتب هذه الكلمة في الاجندة عندك سوي اجندة مثل ما الجماعة وصيتهم كلمات اللي ما تنطق صح حتى انه انت تشتغل عليها وبعدين اسمعها من عندك ماشي؟ إن شاء الله يلا وإذا لقوا لا 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 وإذا لقوا هذا نبر وإذا لقوا وإذا لقوا وإذا لقوا وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمن إذا خلوا إلى شياطينهم قالوا قالوا إنا معكم إنا ما نحن مستهزئون الله يستهزئ لا أعيد 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 سمعنيها مرة أخرى ما تقول طوغ انظر انظر لنفسك انطيني الحكم انت انظر إلى نفسك وانطيني الحكم وَيَمُدُّهُمْ 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 عندك عندك مشكلة ماذا أقول في النطق الصحيح دائما أقول الهم والتم والكم تفخيمونها الله تعالى يرضى عنك فأنت انتبه الله يبارك فيك في طغيانهم في طغيانهم لا 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 في طغيانهم الغين والخاء من مخرج واحد لكن يختلفون في الصفات الغين لا يجري فيها النفس فقط الصوت والخاء نفس وصوت فإن أجريت النفس شيئاً قليلاً في الغين أشمنتها خاءاً هذه مصيبة في طغيانهم في طغيانهم يعمهون لا تضغط على المخرج خليك شوية هالشكل شوية عم بتلح بالعين فعل تطلع عندك ما حلوة يعمة شو يعمة يعمة هو 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 مو هو لا يطلع يعمة هون لا هذه هون هون ضم الشفاهية هون شنو هون هوا 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 أريد أريد تمدل الشفاهة كثلاثة وثلاثين متر لي قدام هوا ه 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 شو سووا شبا ه 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 ه22 وأحنا سوف 가운데 لنا عدنا سوف يا جماعة الخير عدنا الفم يبالغ اللسان يبالغ شوفوا الان انت مرر لسانك على اسنانك ما عندك مشكلة بس خلي مثلا من من الاسنان ينقلع هو ترك مثلا مجال ماكو خمسة ملين كل دقيقة راح يروح للسان على هذا المكان عندي حفرة كبيرة بحرقية راح يصور لك هيك انه خمسة متار فانت لما تسوي هاي يا عمهون يا بضم ضميت يتصور انه ضم لما تنظرين المرآت قلت ايه يا عيب تلعيبه والله انا ما اضميتش لون شوف انت افضح نفسك بالمرآت واقرأ يا عمهون يا عمهون يا عيني عليك شفت الان وين هون هون مثل عندكم بالسوري هون هون تعال هون تعال هون يلا يلا أولئك بمحاضرات القادمة وتشوف لي تركز لي عن النطق الصحيح عمار اذا كنت تريد تستمر بهذه الحلقات معنا واذا شفت تلكؤ من عندك اعذرني ما راح اقبلك انا في هذا الصنف اللي هو صنف الاتقان فلازم تشتغل على نفسك مثل ما عتشوف ماهر خباب عمر كيف عايشتغلون على حالهم انت لاحظت يمكن عمر عتسمعهم الله تعالي يرضى عنك الآن اريد فما ربيحت يلا فما ربيحت تجارتهم فما ربيحت تجارتهم وما كانوا مهتدين اه شوف دائما عندك سحب المضموم الى الحرف الساكن مثل ما كان طغيا كنت تقولها طغ طغ شوف طغ حتى يتغير الصوت والآن موه موه عتسحب ضمة الميم الى الها عندك سحب المضموم الى الحرف الساكن هذه غلطة كبيرة زين احنا نتكلم الآن انه انت الآن عت تقرأ الإجازة هذه غلطة كبيرة يجب انه تتفادعها تمام صفي نقي خلص شوف مهتدين مهتدين يلا وما كانوا مهتدين ايوه 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 الان يا عمار ما شاء الله لقوتي الله بالله خلوني شوية خلوني شوية هالشكل اريح نفسي اه خلي اه ماهر انت مستعجل تريد تقرأ يعني تريد تنام ولا يقرأ عمر والله شيخ علواء اقرأ مشان انام لانه تعبان جدا ايوه يلا انا اسف ماهر اعتذر منك فضل لا شيخي انا اسف بل عكس اذا بيها مجال يلا فضل زاد الله فضل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا عمار ما تطلع عمار تبقى معانا ما تطلع دقيقة دقيقة بس ماهر اه تطلع وين بدك تروح اللي يحضرون بجلسة الاتقان اه الا اذا كان عنده شغل او هو عم يشتغل ومرطبط بعمل اما ان تطلع او تريد تروح لي على قيست اخر واحنا عنده جلسة الاتقان لا ما اسمح لك اما انه عندك شغل وتريد تروح تنام اه علشان تصحى تروح على شغلك نعم اسمح لك عمار نزين احكيلي عمار يلا اذا اسمعك قبل ما يقرم اهر ايو والله شيخي بدي انام مباشرة اصلي العشاء ونام يلا اذا هالشكل اذهب راشدا تباري لانه انت واحد الاخبالي من النوعية اللي تفرفرون على البثوث من هالشكل فاذهب راشدا الله معك رزاك الله خير السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله يلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياكم الله نعم كتب عليكم القتال وهو كره لكم شوف سحبت ضمت الكاف الرا صفي لي اياها كتب عليكم القتال وهو كره لكم بورو هون قلقلت الرا بعد شوف راح نكتشف بعد هلا ما راح تنام اليوم راح تروح على شغلك مباشرة خباب وخباب شوف خباب يعني مرتاق على الحديقة توتكل على الحديقة على الحديقة انت انت خباب ما طول صار عندك ألف مبارك طبعا صار عندك ألف إذا ما كو شي قدامك صور من الحديقة وخلي حتى يشوف مناظر الحديقة وبل كيقرزين والله الشيخ والله العظيم أنا شوف الشاش هس عواش يعني ماهر إذا ما مستعد للقراءة خليها يعني براحتك روح نعم الله يرضى عني لا شي خلينا 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 نقل بصورة الشيخ لا توضط ما يلا كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكره شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحب شيئا أمار أنا ما عندي بي بو بو دربالك الباء حرف شديد قوي بي بي صفات قوة ما شاء الله لقوة الله بالله تحب تحب كذلك أنتم يا جماعة الخير مثلا تجين والله يحب يحب أو تجي مثلا الحمد لله رب في العالمين دربالكم تحب شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قتال فيه قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمصر لا تستعجل عندك الفاء قبلها كاف مضموم راء مضموم صفيها الفاء بعدين عندك تنويم مع الباء عمين أجيب الغنى مالتها ما استعجل الله تعالي يرضى عنك وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ها شوي عندك تكوير إن استطاعوا إن استطاعوا حتى لا أقول استطاع استطاع طبعا أنا حسيت بها ما حلو الله شكرا على إحساسك الجميل إن استطاعوا شكرا على إحساسك أنا رجع لي بحنية حاول بس شوفوا يا جماعة الفضل لله عز وجل صحيح أنا أمطلع زلاعيم 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 طلابي لكنه مرتاحين يعني مرفههم نطيهم ترفيه صح أو لا يا جماعة الخير أحكوه طرح إذا ما تحكوون غير هذا الشيء أبهدلكم طرح شوفوا أنا منطيهم مطلق الحرية أصلا يعني تكلموا بحريةكم يعني أحكوه أصلا والله إنهم جدا جدا مرفهين عفيا عمر عفيا نعم شكرا الله خير عفيا عفيا الشكر من كتر واحد تسمعنا بس سيارة إذا تأخذ لك فر بس سيارة تسمعنا أفضل ماهتمار يقدر واحد يقدر واحد يقول لك لو طيب الجو طيبة ومريم تبهد على فشي وقبل ما يقرأ ماهر نعم الفيديوات هذه أنت تنشرها الأخطاء مالتنا يتعلم منها الناس فنكسب خليقوا حسنات وصدقة جارية إن شاء الله بس أنا اليوم عرفت خطأ جديد ما رح أقدر أجيبه أنا ما رح أقدر أدخله بالنطق الصحيح هو هذه الراء اللي عينطقها الموحد بها هوى وما أقدر أجيبها أنا عدا أحاول أجيب هذه الراء ما أحد أقدر أجيبها أنا فما أقدر أنا أدخلها بالأخطاء من ضمن الدروس النطق الصحيح يعني تعرف أشيه الراء يعني تعرف أشيه الراء يعني تعرف أشيه الراء أسجل مقطع وانظروا إلى هذا الخطأ في الراء حتى نصععها أما أعرف أجيبها راء بها هوى راء بها هوى عجيبة حقيقة عجيبة زين مبحان الله شيخ هذا صراحة كان في عرفت سبب هذا الراء صراحة قبل أيام قبل أشهر صحيح عندي تنقول وهي واحد حتى نعلم مخرج الراء فهو لا قال لي سبحان الله من لسانة أخذتها وهذا بقت بالبالي حتى الآن ايه هذا ذكرتني اهي ذكرتني بواحد عمين يجيب الغبرات كلها ويجي علي على البث الله يذكره بالخير ما أريد أذكر اسمه هو يعرف نفسه يلا ماهر يلا نعم شكرا ومن يرتد منكم عندي لا 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 خليك الكاف والميم مراقخ والميم مظهرة شوف منكم عن أنطيني الميم مظهرة الله يرضى عنك نعم بالضبط شوف الآن يرفع لسانه من الوسط ودفع الهواء فتطلع عندك الراء اللي بيها الهواء شفت التعليق مواحد كلام صحيح نعم لأنه حاولت بالضبط أن أطبق هذه العملية ويطلع فيها راء يطلع بها هواء بس ما يطلع عندي صوت الراء بس يطلع هواء ومع ارتعاد اللسان يرتعد هذا الغلط خلي هذا الغلط عندك يلا سبعان الله ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب لا لا إيك 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 خليك لطيف عليها وأولئك ما إيك يربع لك يلا أدخل عليها بحنية شيخي لا ما بحنية هذا التعسف يصير عندي بالحرف هذا التكاء زايد عن اللازم أيها وأولئك أصحاب النار لا لا وأولئك أه إيك وأولئك أصحاب يلا وأولئك يلا إي 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 إيك إيك لا تشد على لسانك لا تشد خليك يشد مرتاح إي إيك إيك وأولئك أصحاب أه 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 أص أص سبحانه لا لا مش أه أص وأولئك وأولئك أصحاب لا 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 أصحاب وأولئك شو نتبين تبين من تربطها بما قبلها وما بعدها يبين عندك وأولئك أصحاب النار لا تتكأ على الحمزة هذه المكسورة لا تتكأ لا تتكأ كثيرا أص وأولئك أصحاب أص 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 وأولئك وأولئك أصحاب النار نعوذ بالله من نار جهنم اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أدخلنا الجنة اللهم أدخلنا الجنة اللهم أدخلنا الجنة دخلنا في الثلث الأخير من الليل وهل من سائل هل من مستغفر وانتم تعرفون الحديث اللهم اغفر لنا ما تقدم من ذنوبنا وما تأخر وما أنت أعلم به منا يا غفور يا رحمن يا رحيم ارحمنا واعتق رقابنا من النيران آمين وأولئك أصحاب سبحانه وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون عندك الثلاثة ضمت الها ممكن خفت من عندها حتى لا تسحبها للميم ضمت الين هم فيها خالدون شوف شوف هادي ها هادي ها أنا مكور اللي مجوة على أساس أنا بفكو كذا بس أنا ما ضميت الشي فيها للأمام حتى تطلع عندي هم فيها ها ها هم فيها خالدون لا 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 شن المتقين الله يرضى عنك للإتقان للإتقان ورطتنا موحد يقول لك هذا البثل المتقين يا رب اللهم اجعلنا من المتقين كلنا خطائين يا جماعة الخير الله يرضى عنكم نسأل الله سبحانه وتعالى لنجعلنا من المتقين كاتب هذا البثل المتقين فضحنا يا با حرف واحد أشيق لبالمفاهيم سبحان الله العظيم يا سبحان الله سبحانك ربي يلا يلا ماهر إن الذين آمنوا والذين هادروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع ومنافع أنت ليش تنبر أنت ما مرة قلت لي أنت أنت طبعا أخونا ماهر عراقي مقيم في ألمانيا من زمان هو ساكن هناك وساكن في شرقة وجواته واحد ألماني بس يقرأ قرآن يدق عليه العودة من السقف يدق عليه العودة من السقف أنت أنا ش تنبر ما من تنبر رح يسمعك الجهر منافع صحرح قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وحيانا وإثمهما اختلاسة الغنة مال النون ومنافع للناس هكذا اختلاسة للناس هكذا اختلاسة الغنة أهداء الله طبعا الغنة بالذات أحبتي تأخذ بالتلقي والمشافهة الغنة بالذات الله يرضى ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما أكبر من نفعهما أكبر من نفعهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون ويسألونك ماذا ينفقون أكبر من نفعهما صلاة كل هذا يدخل في قيام الليل والتهجد عرفتم؟ وعرف أنه ما عندكم دوامات بس يمكن اختلف بالنسبة الوضع بالنسبة المهر في ألمانيا هناك لا أحنا بالنسبة لنا في بلادنا الإسلامية الحمد لله الجمعة عيدنا وعطلتنا والحمد لله رب العالمين مرتاحين متونسين كنت أقصدي شيخي ما أقصدي كل شيء أقصدي كمّل 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 يعني ساين راح نعمل ساعتين وراح على الشغر وراح تنامل اليوم كل اليوم أنا معك كل شيء الله أقرأ أنت كمّل ويسألونك ماذا ينفقون أقولي العافو العافو أه أه شوف ليه شوف ليه ما أعرف الساعة الآن أنت عتشوف قدام عينك لو تغوّشت الرؤية لو شلون الترتيب صاير عندك الساعة الآن والله شيخي ما أعرف يعني الجوحار الجوحار ها سبحان الله شغل البانكة ما أكو بانكات نحنا معنا بالماني بانكات عدنا بس دفايات خمانت بالبصرة يا ما الله شوح أخي شغل المبردة ما أكو مبردات يا أخي شغل الهويشن بس هو رب العالمين يشغل الهويشن شيخي دام فيضانات وصير الجو بوخى وجوحار ما شاء الله الحمد لله أحنا ما عدنا لا فيضانات ولا رطوبة والجو جدا رائع وجميل تبارك الرحمن في بلادنا الإسلامية يا رب يحفظها من كل شر ومكروه يا رب العالمين ويا رب يحفظ المسلمين في مشارق الأرض المغاربة وما كانوا يا الله اللهم أمين ونحنا عدنا أشجار خضرة والجو دائما طيب وبارد وأنت جو عدكم حار بعضكم الشهر ونحن عمينا عدنا شوف السهر خلي صور لك خباب الحديقة الخباب عندك هذوية صورنا الحديقة وشوفنا الشو حديقة شوف مهر شوف هذه الفاء ساكنة ودائما أقول لكم لما تمر علينا كلمات شوية فيها صعوبة نفككها وعلى راحتنا وما مستعجرين نحن المهم أنه ننطقها ما تجي من مرة وحدة مرتين ثلاثة واتدرب عليها مثل ما قال الإمام ابن الجزر رحمه الله وليس بينه وبين تركه إلا رياضة مريء بفكه العفو هكذا حتى لا صر عفو العفو أنا ضميت الفاء والفاء ساكنة يلا العفو يلا كمل ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو جاهز شيخي يعني تجي تجي أنا شوف مثل هذه الكلمات مثل ما قال الدكتور أيمن قل لا تحاول أنه أنت تلح مع الطالب وراح يجيبها مثلا من مرة واحدة مثل هذه الكلمة والتي مرت معنا الهدي هذه تحتاج إلى تدريب ومرة ومرتين وطول ما أنت تقرأ تروح وتجي وتتدرب عليها مثل ما قلت لك سويها مقطعين العفو 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 هكذا بس ولا تبالغوا حتى بالمستقبل لما أنتوا صيروا معلمين للقرآن الله تعالى يرضى عنه لا تشددوا على الطلاب مرة بعد مرة بعد مرة بعد مرة راح تشوف لما يعرفه يخلص ويكون يتقن التخليص يعني قصد تخليص الحركات تخليص الحروف راح تجي معا شوي 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 تمام مرحو 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 رضا عنك بارك فيك ماشاء الله إذا تريد تروح انت تنام خذ راحتك ماهر الله يبارك فيك ماهر شيخي اذا تذني وذا هذا أبقى ما عندي مشكلة لا 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 روح الله معاك انت صاحب شغل أعرف انه ساعة 4 انت تطلع على الدوام على شغلك الله مرحو ياذا شيخي يعني بس بس يعني دعونا اللحق نام لي ساعتين الله الله يرضى عنك الله يبارك الله يكرمك وبارك فيك شيخي وأنا مشكور جدا الله يكرمك حياك تصبحون على خير يمنعه الخير يالله يا عمر عفوا بس سؤال هان الوقوف تتفكرون له في الدنيا والآخر ياهو الأفضل يعني الله تعالى يرحى عنك أنت عندنا الرسم القرآني أش عينطيك أنت الآن عينطيك ختام آية لما ينطيك ختام آية خلص يعني أنه لما جاء ختام الآية هذا وقوف قد تم أنا بالنسبة لي مثل ما أنا حكيت لكم في مرة من المرات فويلوا للمصلين هنا ختام آية زين لا ما يصير لا تربطها وبعرف وتيجي وصار بها كلامات دائما الله يرضى عنكم ارجعوا للمتقدمين فهذه أنه تتفكرون وتريد تربطها في الدنيا والآخرة تريد تقف عليها ما عليها شي تريد تربطها في الدنيا والآخرة ما عليها شي أربطها فأنت لما خلا لك رقم انتهت الآية انتهى الأمر صار كل شي واضح بالنسبة لي الله تعالي يضع عنك يعني شنو أي نعم يصير أقف على تتفكرون ويصير أنه أنا إذا أقلت لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة زين الله تعالي يبارك فيك نعم يعني على باب هذا كذلك نأخذ على السنة كان يقف على رأسي كل آية نعم فإذا ما أنهي رأسه آية نقف عليها خلاص نعم 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 كان يقف الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم على رأسي كل آية نعم والآن لا المشكلة تعرف أنا سويت محاضرة موجودة على اليوتيوب اللي هي فويل للمصلين زين وطبعا أنطيتهم فجر استنبيهي قلت لهم ترى أنت هذه الآية يعني ما أنه إلا أنت تربطها الذين لا ما يصير تقاف هذا وقف قبيح يعني الذين يصلوا ويل لهم لا ما هكذا تفهم انتبه لما تقرأ فويل للمصلين شنو معناته يعني يا مصلي انتبه هنا يصير فد أمر عظيم جدا رح يجي منهم ايشنهما يعني لما تقرأ أنت كانوا إيش كانوا إشارة تنبيه بل كنت كنت تغاف الله حتى ها شنو فويل للمصلين اللي تيجي بعدين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون طبعا فيها أبعاد كثيرة هذه الآية كبيرة جدا هذه الآية الله تعالى يبارك فيكم أبعد من مفهومة اللي يقفون بس عنده من يؤخر الصلاة عن وقتها خلوه ببالكم هذه أبعد بكثير جدا وموجود الفيديو نعم حتى لا يستدركنا الوقت إن شاء الله تعالى خليني نسمع حج عمر يا الله شيخي صفحة 53 إن شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرم وما في الأرم والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد والله رؤوف بالعباد أمر لحظة تستقطع من قراتك شوية الشكل أنا معرف قرآني جنتي أنا اليوم أول مرة أشوفه في البث ما شاء الله لقوة إلا بالله ممكن أن تقرأ تعليقاته صح؟ لا والله دقرأ شيخ وأبو أنس وكذا يعني يقول لك ما شاء الله لا قوة إلا بالله المخارج والصفات والحروف تبارك الرحمن وأبو أنس يقول للقراءة هاد واحد يستمتع باستماع المخارج والصفات يمكن كثير من الموجودين معانا ما شاء الله لا قوة إلا بالله ماذا تقول لهم؟ والله هذا فضل الله دائما أقول الحمد لله والشكر ولكن يعني صراحة يعني الصراحة لازم تقال يعني يا ما مسألة مدح أبدا أبدا ما مسألة مدح بس والله العظيم يا شيخي والله العظيم النطق الصحيح يعني أخذني في غير عالم وصراحة قراءتي يعني أخذتني في غير عالم يعني هس أنا أدقر والله العظيم يعني ما بالي لا أبو مريم عيس معني ولا أحد يعني سبحان الله من شغل تماما 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 بالكلمات يعني سبحان الله ما أعرف شو أنا وصل لك شعوري والله العظيم النطق الصحيح فادي كثير يعني الضاد أنا ما كنت أقرأ الضاد أصلا يعني هسه يلا تعلمت الضاد هاي الآن ثدت شر أحد التعليقات أشوف أحد التعليقات كادمين الله الله عضاد تخير لما وقفت على كلمة الأرم يا والله شيخي وين أنا ما كنت أقرأ أنا كنت أقرأ هالشكل والأرض والله العظيم لا تقولي لا تقولي لا تقولي لا ترجع لا لا مستحيل ترجع إن شاء الله نعم نعم عبدالله عبدالجليل يقول والله التوقف كان خرافي على الضاد سبحان الله ما شاء الله قوتي لا تبارك والله اللي يريد يتعلم الضاد يعني أولا شيخ دريد يعني دائما نكرره بالنطقة الصحيحة لكن دخلوا على مقطع الضاد كالملعقة نطق الضاد كالملعقة جميل جدا وتتعلمون المخرج مالته بعض المرات من يستضار في بعض البثوث ألست أنت صاحب البلعقة قل لم يانا صاحب الخاشوق خاشوق قالوا كمل يا عمر يا الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعون ليحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إِنَّ اللَّهَ اصطَفَى آدَمَ وَنُوحَا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ إِنَّ اللَّهَ اصطَفَى آدَمَ وَنُوحَا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضُ والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني فتقبل مني فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنْ وَضَعْتُهَا أُنْفَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتُ وَلَيْسَتْ ذَكَرُكَ الْأُنْفَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَتْ ذَكَرُكَ الْأُنْفَا وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمَ فتقبلها ربها بقبول أرجع 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 بقى 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 فتقبلها ربها بقبول لا لا فتقى فتقى بعدين عندك ربو ربها نعم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها أعيد أريد بقابو 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 بربالك الباعي يعني عدتت فخمش يا أخي نعم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وأنبتها نباتا حسنا وكف لها زكريا كل ما دخل عليها أنت الأولى بالهمزة لكن ثانية دربالك هي بدون ما جبتهمسة ما جبتهمزة لا أقرأت غلط أقرأ مرة أخرى بحفظ وأنبتها نباتا حسنا وكف لها زكريا إيهاي أما لما قرأتها قبل شوية طح صح أخذت أخذت مد بربالك تمام كل ما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا جميع كل ما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنا لك هذا قالت هو من عند الله إن الله كسر كسر لا لا العفو إنه أيها الكسر هلازلت شوية لحد الآن مشكلة عندك بعد ايه والله شيخي عادة تعذب من خلفها لا 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 ماكو عذاب بالعكس هذه العفو إن الله يرزق من يشاء بغير حساب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اجعلنا منهم يا رب يا رب خيب الله عن الأنفاس ما شاء الله الله يرضى أنك يحفظك وابو زيت الشيخ صفحة 24 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 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 قّفت بالله من الشيطان الرجيم أنا exposure أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لنفس الحالة فعلاً أنه عيصير عندك أنت هواء بالراء بس الهواء اللي عند الموحد أكثر الموحد واضح عنده جليل الهواء أنت لا خفيف الله تعالي يرضى عنك ركز أعيدها شخ طبعاً أتعيدها أشي أسوي لك أنا؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا تطولها أنت شوف أعوذ أعوذ بس أعوذ شوف طالت لأنها ومساكنة قبلها عن المضموم ما الطبيعة حركتين ما أطول أكثر من هذا بس شنو المشكلة أنه أنتم ما عدت ما عدت ما عدت تستمرون بقضية إتمام الحركات المضموم ضم الشفاء المفتوح بفتح أو بعدها بين الفكين فتح الفن والخض الفك السفلي بالياء والكسرة هذه أنتم دائماً أتكم كسل بيها أشقد مع أنت تكسل بيها أشقد مع الحروف ما تطلع معاك حلوة بينما لو تتم الحركات قديش راح تطلع جميلة عندك زين أعوذ بالله هكذا أعوذ بال 24 ساعات أي ضمجتني أنا أضم الشفاء فيها أبد ما أقصر يلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عندك تكوير بالشفاء شوف المرآة أتقول شيطاني شيطاني لا شيطا شيطاني الشيطان الرجيم يلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أنا ما راضي عن الاستعاذة عندك أبو زيد عن الله نعم أنا أعرف أنا أعرف أنت أتحضر وأت شي اسمه حتى أتروح هناك أمين على الشيخ نهاد أتقرأ يمو وأتشوفها زين لكنه أنت ما كنت تتكويرها الطاق ما عرف ليش هسأل الآن أتكويرها الطاق شن السالفة أنا ما كنت أسمعها يعني ليش هسأل بس أنا أعرف عندك مشكلة برة ونحاول شوية شوية أنه نصف فيها أسألما تقرأ أقرأ هسأل الآن شوفين واصل أنت صفحة 24 نعم نعم يعني هل التكوير مرامة ما لليوم يعني يومية طبعا يمكن مئات المرات عيد هذه على المدرة شوية اليوم شوية غيرت حتى أجيب الراء فصار عندي التكوير على فعلا على المدرة وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتِ بَلْ أَحْيَاءُ لا تأخر حتى لا صرف أَحْيَ لأ أحْيَ أَحْيَ بَلْ أَحْيَاءُ وَلَا كِلَّا كَشْرِ بَلْ أَحْيَاءُ وَلَا كِلَّا كَشْرِ بَلْ أَحْيَاءُ وَلَا كِلَّا كَشْرِ صغر قطر التكوير خليه بقطر قلم الجاف زين؟ حتى تطلع جميلة عندك بَلْ أَحْيَاءُ وَلَا كِلَّا تَشْعُرُونَ وَلَا كِلَّا كَسْرَتِ الْكَافِ بعد ذلك جيب اللام المشددة شوية أنطيها البينية وَلَا كِلَّا تَشْعُرُونَ وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِرَ شوف بِشَيْءٍ بِشَيْءٍ شوف هكذا لازم تنتق زين؟ مَا بِشَيْءٍ لَا بِشَيْءٍ لَا بِشَيْءٍ وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ مَا بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِرَ أبو زيد بِشَيْءٍ 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 قول بس بِشَيْءٍ بشيء بعد 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 لانه ايضا شوية شوية عدا اسمع بيها صوت الهواء باليامالك دربالك يلا ولنبلونكم بشيء لا 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 ما صحيح هذا اليا بشيء ايضا شوية هوا فيها مثل موحد همين ايضا شوية هوا في اليا بشيء 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 يلا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع هذا لا تنبرها من الخوف والجوع ولنبلونكم بشيء من خوف والجوع ولنبلونكم بشيء من خوف والجوع لا تنبرها بشيء ولنبلونكم بشيء من خوف والجوع ونقص من الأموال نين الأم أعطيني المينية حتى لا تخلق الأم الأموا صار عندك خلقه بالنين ونقص من الأموال والأنفس والثمارات يقول الثماء وعندك ونع ونقص من الأموال والأنفس والثمارات ونقص من الأموال والأنفس والثمارات ولا تكور شفا والثمارات والثمارات ما والثماء 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 والثمارات تمام شيخ؟ نعم كمل وبشر الصابرين ما هي اليوم؟ ما هي التكويرات في حروف الاستعلاء؟ وبشر الصابرين وبشر الصابرين الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ إِنَّا لِلَّهِ إِنَّا لِلَّهِ نُبَرَتْ إِنَّا لِلَّهِ نُبَرَتْ الإِنَّا ونبَرَتْ إِسْمِ الجِلَالِ قَالُوا ؟ قَالُوا قَالُوا بعد بعد صفي صفيها هذه كأنه بين القاف والكاف قَالُوا قالوا لا 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 دي ربع Intro ليست قاف صحيحة ليست قاف فصيحة لا لا بعد دير بالك قالوا اني أفخم مع أكثر يعني لا 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 مع التفخين نقطق القاف نفس ما صحيح ليس صوت القاف هذا هذا مخلوط مشوبة بكاف لانه هي متقاربتان القاف والكاف فانتبه عندك قأ ما عرف اجيبها قولها قالوا إنا لله وإنا لله اتحملني أبو زيد الله يرضى عنك الله يرضى عنك تعبت بالله انت مالك شغل ابتعابي انت مالك علاقة ابتعابي انا اذا ما تقرأ الكلمة صح انا رح ارجعك وارجعك وارجعك الله تعالى يرضى عنك فهي انا قلت لكم هي قدرات واجتهادات وعلى قدر ما سوف يجتهد الطالب ويتابع ويدرس وكذا على قدر ما انه رح يمشي مع المعلم لانه نصف الشغل على المعلم ونصف الشغل على الطالب اعرفت الشون؟ وايضا قضية الدعاء وطلب المعونة من الله عز وجل انه انت خذت بالاسباب وتدعو الله سبحانه وتعالى خذت باسباب العلم والتعلم والاجتهاد في هذا الامر وبعد ذلك تدعو عبدالله بصفر اصور انه عبدالله بصفر يقول كان عندي مشكلة في الراء واتدرب 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 وليل نهار اتدرب بعد ذلك يقول تعلقت باستار الكعبة وشربت ماء زمزم ويقول يا ربي حرف الراء تخيل وبعد ذلك صار من مشاهير القراء في العالم الاسلامي فأبدا يعني اجتهد واتدرب وتمرن وشوف الفيديوهات اللي هي النطق وغيرها ونعرف انه انت ما تقصر بس اهمشي الصبر يلا الان وين قلنا ايش كانت مصيفة قالوا قالوا انا لله شوف لله واننا اليه راجعون يلا قالوا انا لله واننا شوف هذه انا لله هي مختلف في كسر الهمزة ومختلف في كسر لله هي انا لله انا لله راكس قالوا انا لله واننا ما اريدها ما اريدها الله يكرمك قالوا انا لله ما اريدها التنوين مع للنون حوال الله قالوا انا لله واننا اليه نفس الان الاولى نفس الان الثانية ما وحدة طويلة ووحدة قصيرة دائما تذكر واللفظ في نظيره كمثله دائما تذكر لا هذه طويلة ولا هذه قصيرة لهذه مثل هذه زين انا واننا نفسا قالوا اننا للاه واننا اليه راجعون اولئك عليهم صلاة علي 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 ايه اولئك اولئك علي 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 اولئك عليهم 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 صلوات من ربي من ربي من ربهم من رب رأى سبحان الله رأى المشددة عندي مشكلة من ربهم ورحمة وإلى الميم المظهرة بعدها واحذر لدى واو وفاء تختفي مير ربهم ورحمة مير مير را قول 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 مثلي مثلي هسا الان شون انا انطق انطق مثلي مير را مير راب مير راب مير راب انا قلت الشكل مير را بعد بط بعد قول مير را مير را مير را ايه بعد مير را لا القبلها احسن مير را مير را مير را مير را مير را بيك وشديدة الباء مجهورة الباء قوية الباء لا تطلع لي بيها هوا مير را بيهم هوا بالراء وهوا بالباء دير بالك مير را بيهم مير را بيهم ورحمة عيدا شيخ تمل وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ 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 وَأَولَئِكَ هَمُ الْمُهْتَدُونَ وَأَتُقْرَئَةُ يَانَ خالي ينبتت سبعان الله من أقرأ معافح حسيات صوتي مرحوش تغير مرحوش نقصها لماذا تغير ؟ ما اعرف يا عمي سبان الله والله الشيخي أنا حسيت يونه عفوا شيخي تسمحني أنا من الصراحة أن من نقرأ يمك يمكن أن أسأل أخوة موجودين بالبث اللي يشوفون يمكنني يشوف يقول لك هذا يتوم يبتدون بالتعتع أو يبدأون بالخيرات القرآن أنا بالنسبة لي صار أكثر من 12 سنة إذا أقرأ ما شاء الله عليك يا صراحة أنا سأل الله سبحانه وتعالى القبول ولا مجاملة ولا مدحن كاذبا نعوذ بالله والله ما نقوله بحق يعني هذا التحقيق اللي نقرأ معاك نقولها من أصعب التحقيق لكي يوصول إلى التقان صراحة ومو صعبة أنت تصعب علينا لا لكن تريد اطلع بنموذج نموذجيين كما يقول تعرف ما شأننا نتعلم مو بس نتعلم شيخي عفوان مو بس نتعلم يعني تريد تعلمنا كيف نطعي الخطأ يعني أنت أكو شغلت لك أخو الموجودين لا يعرفون احنا أول شيء نتعلم كيف نقرأ ثم كيف نصحح وكيف نجد الخطأ ونصحح الخطأ لأننا معرضي باشا لدينا طلاب ندرسوا من العلم بإذن الله سبحانه وتعالى وشيء ثاني أنا أصعب شيء عندي أصعب شيء عندي صراحة الناس من أقرأ عندك شيخي والله 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 يعني فكري مو هل قد بي المخارج جوسفات لأنني أتعب من وراء هو إيش اسمه النبر أدت خلاص للنبر عندما أقرأ مو فكري من المخارج جوسفات بسبب النبر مالتي اللي دمرتني صراحة سبقك بها عمر عمر أيضا كان ينبر بالتلاوة عمر كلها كانت نبرية تلاوته أصلا عمر أصلا كانت تلاوته نبرية وهذا لتتخلص معه كله رح تتخلص بإذن الله عز وجل احنا مشكلتنا أنه ما علمونا يعني لما كان يقول نونيا إيش اتغام بغنة يجيب لك قل لك من يعمل من يعمل ونروح احنا من يعمل وكانوا يخلون المخارج والصفات وأصوات وأصوات الحروف آخر أحكام التجويد مع العلم أنه يجب أن تكون أول مبادع علم التجويد قبل أن تدخل أنت في الأحكام تيجي وتقعد مثل ما الآن اللي هو يسموها بالنورانية وحتى بالنورانية أولا يجيب لك همزة فتحة أو يقول لك ما هذا صوتها وهذاك عياخذ زين بطريقة ممالة بطريقة غير صحيحة ما هذا هو الصوت أو العين لما يقول له عين فتحة ع ع ع ع أو فتصوت غريب جدا هاي المشكلة نعم القاعدة النورانية جميلة جدا أنه تتعلم لكنه يجب أن أتعلم صوت الحرف حقيقة صوته صوته أنا أريد أسمع صوته مثل الآن لما كان يقرأ أبو زين يعني شوف أكو فرق بين بشي 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 شوف هذه هي الياء اللي أنا أريد أسمعها الياء الصافية اللي ما بيها تكلف اللي ما بيها ضغط اللي ما بيها نبر اللي ما بيها هوا هنا النقطة أنه أحنا عندنا مشكلة في أصوات الحروف هذه هي المشكلة مالتنا زين نعم نعم أثرت هذه أثرت اللهجة العامية يقول أبو أنس أثرت نعم هذا أثرت لكنه يا جماعة الخير يعني أنا أصلا لغتي الأم ما لغة العربية يعني تخيلوا أنا أتكلم معاكم الآن أنا اللغة العربية عندي ليست اللغة الأم عندي ليست اللغة العربية زين فهذا ليست أنه إيش حجة نحن لهجاتنا وأكو الآن ناس من العجم ما شاء الله لا قوة إلا بالله تبارك الرحمن تدربوا ونطقوا ما شاء الله تبارك الرحمن والآن عدهم الحروف يعجبك بس تسمعها عرفتوا والمشكلة الأخرى أدنى التكلف في القراءة والأداء غير الصحيح في القراءة والنبر في القراءة أيضا هذه من الأمور التي شوهت أدنى صوت الحروف هذه سبحان الله يعني لاحظ يعني كان بالقبل يعني من درسنا درسنا عد قراءة وهذه ما كان نيائيا يجيبون اسم النبر ما يقولون هذا بالعكس أنا المشددة يقول مثل التصة يعني من تحت تنزل بيها وتصعد يعني قراء بيها بس فكروا لي بالكلمة هذه شلون تتحول المعنى مالتها ونسأل الله العفو العافية طبعا شيخي مليح ذكرتني هو نفس الشخص عنده فيديو على اليوتيوب يعني موضوع يعني موضوع كامل كيف ننبر لتجميل التلاوة نعم يعني عنده عنده كثير آيات ويعني ينطي عليها أمثلة ويصب تمبر ويصب كذا حتى يصير طريقة التلاوة جميلة يا جماعة هي خراب اسمعوا خراب خرابها شوفوا الآن ويجي ويقراها ايش خرابها شوف يعني هذا هذا إجرام أنا بالنسبة لي كمدرس للقرآن الكريم أنا أعتبره إجرام هذا الكلام نزين وكثير من الأمور الأخرى يعني في كلمات نمينا نفس الحالة يتغير المعنى يتغير المعنى الله تعالي يرضى عنكم وما هكذا ما هكذا ينطق القرآن ما بهذه الطريقة طبعا شيء بالنسبة لي يعني اليوم كانت بالشغل تعبان كثير وهذا الوقت الصوت يعني يعني أحس أنه تعبان حيل خلال تبوانا شنعيم يقيم الله لو قيم وارقش ودكتور موحد إذا يصف أنه فاد واحد دكتور مراجح عنده المدراء والله أنت هو لازم أنت تتكون على هذا الموضوع أدكم الراب هنقض هي هو الشيخ يعني هذا إن شاء الله لقيت المال إن شاء الله أحاول أحاول أجرب إن شاء الله تحب مثلا سأكلمة الرسول كان نعم نعم لنعلم من يتابع الرسول يتابع الرسول يتابع الرسول من يتابع الرسول يتابع الرسول فقد أتمرن أنه لم يتابع الرسول أنه لا أتمر أحسن هذا هذا ما قعد أنت أمامي وليس أرى أرى وأن أرى كيف حسيت بالهوى ما لديه صح شيخي جيد إذا الشيخ بالله أجلب لك يا شوف مثلا الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا ر ر شيطان الرجيم شيطان الرجيم ما أتقول لك السلفية أرفع جذر اللسان بقوة نعم شيطان يا الرجيم لا شيخي يعني بعد أن تقول المجاة أدخل على الرائد قوة أو شنوعا بالضبط دعني اسمع منك بارك رافيك آلية مثلا الآلية يعني أنه قفلت الآن وخلص ما فيه أفعنا شيخي بارك رافيك دقائق لا والله دقائق على صلاة الفجر أتهيأ بصلاة الفجر والله بعدما ما صليت الوتر تعرف فقيت معاكم ما صليت الوتر أقوم أصلي الوتر الله يرضى عنكم وبارك الله فيكم أبو زيت نتدرب كثيرا أبو زيت إن شاء الله أنت متأخر في الركب يا أبو زيت والله بالنسبة لأن صوتي الصباح يختلف مثلا عن بالليل دائما يعني كون أصفر الصباح أخي الكريم كلتنا صوت من الصبح يختلف عن الصوت بالليل خليها بالك وأنا ما دائما أطلع بهذا الوقت بس إنه طلعت حتى أعود درس البارحة لكن كنت جدا تعبان البارحة ما فتحت بث ويعني على أساس عمر شفت اللي كتب ياريت إنه تعمل البث بالليل وين هو أبو الليل اللي قال تعمل البث بالليل واللهي أنت بقلبي أسد أقول لك وين هو؟ شو ما بين؟ هذه حجة جواهية حتى تشوف سوينا البث بالليل يلا ماذا؟ الشيخ ببث بالليل بصراحة يعني شوفه ما مناسب للدرس يعني ما شوفه أخي الكريم أخي الكريم أنا ما طلعت بث إلا لأنه خميس على الجمعة وأنتم مجازين وقاعدين بالبيت وأطلع وأوه باعتبار قيام وتهجد وذكر لله سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين أيضا اللي كانوا حاضرين معانا حضروا هذا المجلس طيب بتلاوة كتاب الله عز وجل والعيش مع القرآن جنة جنة معجلة خلوه في بالكم جنة الله على الأرض أحبة الأكارم القرآن جنة الله على الأرض زين؟ قبل الجنة اللي احنا رح ندخلها بعدين بعد يوم القيامة هي القرآن نعيم القرآن نعيم معجل نعيم من الجنة فهم القرآن تدبر القرآن الله تعالى يرضى عنكم طبعا هذه ارتقاء في درجات النعيم في الدنيا يعني شلون؟ الله سبحانه وتعالى يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا تخيلوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون إذا كان مجرد الاستماع لكتاب الله لكلام الله تحصل به الرحمة بس شوفوا معايا وعيشوا هذه اللحظات إذا كان مجرد الاستماع لكلام الله سبحانه وتعالى والإنصاط له تحصل هذه الرحمة فكيف بمن يتلوه الله أكبر رح نرتقى بعد أكثر فكيف بمن يحفظه رح يرتقي أكثر لأنه تعرفون أنتم الحفظ يحتاج إلى تكرار مراجعة تكرار مراجعة جديد تكرار مراجعة جديد دقيقة رح نرتقي بعد أكثر إحنا بدينا بالاستماع ثم أنت تتلو ثم أنت تحفظ ثم تفهم ثم تتدبر ثم تتخلق ثم تقف عند الحدود والأحكام ثم تدعو وتعلم الناس به لأنه ما ينفع انتبهوا أن يعلم القرآن رجل إلا بعد أن جتاز كل تلك المراحل لأنه أولا تعلمه ثم بعد ذلك علمه سبحانك ربي تتخيل قدرك من نعيم القرآن في الدنيا بقدر هذه المراحل بالاستماع عندك نعيم على قدر الاستماع ثم بعد تستمع وتتلو آه ازداد عندك النعيم الله 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 آه تستمع وتتلو وتحفظ ارتقيت إلى المرتبر الثالثة في العلو في هذا النعيم استمعت وتقرأ وتحفظ وتفهم آه مرتبة الرابعة أنت تشوف أن تصعد الدرجات استمعت وتقرأ وتحفظ وتفهم وتتدبر التدبر أنه أنت تنزل الآيات على نفسك أنه أنت المخاطب بهذه الآية أنه هذه الآية شغلك يا أيها الذين آمنوا نعم أنا رأسا نعم لبيك ربي لما بس تسمع يا أيها الذين آمنوا لبيك انتبهوا ما هو هنالك أمر هنالك نهي هنالك ماذا شنو الموجود أنا أنا مخاطب بهذا القرآن هذا القرآن لي أنا مخاطب فيه أنا شنو اللي راح أشتغله شنو والحدود شلونك معاها ها كثير من الناس تزعل الآن إذا دخ بابك أحدهم جاء عليك وقال لك دعيني ألف دولار أنا أتكلم بالدولار حتى كل الموجودين يفهمون الرقم يعني ممكن أقول دينار ما تعرفه ودرهم ما تعرفه وكذا يختلف من بلد لي آخر ايه تدلل وحاضر آني بس تعال نتكاتب لأن الله أمرنا بالمكاتبة فلنتكاتب لنحفظ الحقوق وهذه الدنيا حيومة يا عيب تلعيبا رأسا هم يقول لك هو هو يقول لك يا عيب تلعيبا نتكاتب على مد ألف دولار قال لا تسأموا أن تكتبوا صغيرا وكبيرا لعنى لما تتكلم أنت معا بالقرآن والقرآن للمسلمين وأن يأي المسلمين الحبامين الحلوين أن يتعاملوا وفق منهج القرآن العظيم فيزعل من عندك والله أنا لاش يقول لك والله أنا ما كنت متصورة أنه انتهى الشكلة تردني يا أخي ما رديتك أنا ما رديتك بس تعال لكي نتكاتب الله تعال يرضى أنك تعال لكي نتكاتب احنا وين وقفنا هذا هو الوقوف عند حدود ضجة أو مثلا ليس لدي موعد مع شخص ما وعندي فالمشكلة حصلة في البيت مع عيالي أو مع زوجتي والبيوت فيها كل شي يصير فيها البيوت والآن دق الباب علي وجاي صديقه أنه بهذه الحالة زين هو يتوقع مني أن افتح له الباب ويفوت عندي وكذا ومعرفش أنا نفسيتي أنا متكون بالبيت أنا في عركة في البيت الوضع بالبيت ما يسمح زين البيوت ليست على وفاق دائمي لازم يصير فد مسألة معينة طيب الآن أنا شا قل له وانقيله لكم وارجعوا فارجعوا هو أسكى لكم انت من تقول له هذه الآية هساة الآن لازم هو ياخذها على طبعا شوفوا حلمت تعرفون أنه احنا ما متزكايين ما متربايين التربية الإيمانية الإسلامية الحق زين لازم أنا كمسلم لما واحد يقل له وانقيل لكم ورجعوا فارجعوا أنا راح أرجع ورأسا أقول الله أعلم عنده شيء أو كذا وعنده أمر كبير جدا لأنه هو وهذه ما طبيعته هو ما شاء الله هو رجل يستقبل هو رجل كريم هو رجل كذا لا لا جماعة هذا إذا ما فتحت بثه وفضحته يعني راحت عليه ودقيت الباب وقفني بالباب ما قال لي حتى تفضل ما طلع لي حتى قلاص ماي أليس هذا الذي يحدث بالله عليكم تعالوا شوفوا الآن هذا كتاب الله أنزله لكي ننظم حياتنا احنا كمسلمين فيما بيننا وما مع بعضنا البعض وما بين المسلمين وغير المسلمين زين لما يقول لك قال وقولوا للناس حسنى ما قالوا وقولوا للمسلمين حسنى صح أم لا شوفوا بس شوي خلنا نتأمل ونقف عند آيات الله سبحانه وتعالى وقولوا للناس حسنى زين لم يقل وقولوا للمسلمين احنا نجي حديث للحبيب محمد صلى الله عليه وسلم تأمرنا بهذا الأمر لا تحسدوا لا تباغروا لا تناجشوا كونوا عباد الله اخوانا بالنسبة للقول اذا احنا احنا خل نسأل انفسنا احنا متى سنخرج من طور التلاوة الى طور التطبيق احنا صارنا خمسين سنة وستين سنة في طور التلاوة وهذا الحرف مو هيتي هذا الحرف هيتي هذا الحرف مو منا هذا الحرف منا وهكذا احنا انشغلنا وتعالوا شوفوا مراكز الإقراء والتجويد في كل انحاء العالم طيب وينكم الله تعالى يرضى عنكم انا منها والله انا نسيت نفسي خبابة مزين ذكرتني والله انا سبحان الله العظيم انا اسف واعتذر منها جدا لان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ركعتها الفجر خير من الدنيا وما فيها ويقصد السنة فكيف بالفرض جزاكم الله خير للتذكير يعني بارك الله فيكم نعم نعم يبارك فيكم جزاكم الله خير سامحوني بارك الله فيكم والله تعالى يرضى عنكم ينفع فيكم اينما حللتم اينما ذهبتم وصل الله ان يغفر لي ويغفر لكم ويرحمني ويرحمكم وان يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعونا احسنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا ان استغفرك واتوب اليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته